الارهاب يعاود شن ضرباته في ابيان والنتيجة مقتل احد عشر عسكريا واصابة اكثر من عشرة اخرين التفاصيل الواردة ان سيارتهي لوكس يقودها انتحاري استطاعت الوصول الى مقر قيادة النجدة في زنجبار لتتفجر امام تجمع للجنود لم تكن هذه العملية مفاجئة بل سبقها سيطرة عناصر التنظيم قبل يومين على شاحنات محملة بالاسلحة كانت قادمة من مأرب للمقاومة في تعز اثر حادثة ما تزال ملابساتها غامضة حتى الان منذ سنوات وقوات الجيش تقود حربا ضروسا ضد التنظيم في ابيان ورغم اعلان قوات الجيش في مرات عديدة عن تطهير المحافظة الا ان الواقع يقول ان المعركة لم تحسن بعد فلا تكاد تمر فترة دون تنفيذ عناصر التنظيم لهجمات ارهابية جديدة وفي كل مرة تطرح علامات استفهام كثيرة حول قدرة تنظيم القاعدة وغياب الفاعلية للاجهزة الامنية هذه المرة ايضا ومثل سابقاتها تختلف الرؤى والتحليلات بين من يرجع تكرار الحوادث لتقصير الاجهزة الامنية وافتقارها لامكانيات المواجهة الشاملة واخرى تربط بين نشاط التنظيم وطبيعة المواجهة مع الانقلابيين التي تقتضي نشاط التنظيم في اوقات معينة لكن ثابت في كل الرؤى ان تنظيم القاعدة ما يزال ينشط وبواتيرة عالية في تخوم العاصمة المؤقتة عدن وهو امر له من الابعاد السياسية والامنية الكثير خصوصا اذا ما تم ربط هذا النشاط باعلان الحكومة الاخير عن عزمها التوجه نحو اعادة التنمية في المناطق المحررة ليكون السؤال البديهي الا تقتضي اعادة التنمية احلال الامن اولا وان لا فما اسهل الحرب عند المتفرجين